السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في درسنا لهذا اليوم وهو إثراءات ثلاثة وبذيئ إذن الله سنراجع بعضا من دروس الفصل التاسع معكم السادة نادس ويمي لغة الإشارة الأستاذ معاذ القرعوي فأهلا ومرحبا بكم الفصل الساد التاسع عفوا والذي يتكلم عن الزوايا والمضلعات سنأخذ أعزائي الدرس الأول قياس وتقدير الزوايا ورسمها وكذلك سنراجع العلاقات بين الزوايا نأتي إلى الدرس الأول وهو قياس وتقدير الزوايا ورسمها هذا الدرس يحتوي على ثلاث مفاهيم ففي البداية سنعرف أو سنراجع كيف نقيس الزاوية كيف نقدر قياس زاوية وكيف نرسم زاوية ما هي الزاوية في البداية الزاوية تتكون من ضلعين يشتركان في نقطة واحدة تسمى رأس الزاوية كما نرى في الصورة فنرى أعزائي ضلع الزاوية الأول وضلع الزاوية الثاني ويشتركون في الرأس الزاوية في الشكل المجاور هي الزاوية باء كما نرى ويعبر عنها بالزاوية باء فهذا الرمز يدل على رمز الزاوية أيضا يقول أن الوحدة الأكثر استعمالا للتعبير عن قياس الزاوية هي الدرجة نأتي إلى المطلوب الأول أو المفهوم الأول في هذا الدرس وهو كيف أوجد قياس زاوية أخذت لكم أعزائي من تدرب التمرين العاشر يقول استعمل المنقلة لإيجاد قياس كلا من الزاوية الآتية يوجد لدي أعزائي زاوية هنا ويريد مني أن أقيصها باستعمال الزاوية في البداية باستعمال المنقلة عفوا في البداية سأحضر المنقلة نلاحظ أعزائي أن المنقلة تحتوي على تدريجين هناك تدريج داخلي وهناك تدريج خارجي هنا أعزائي سأضع رأس الزاوية على رأس المنقلة بهذا الشكل ومن ثم سأستخدم أي الظلعين كلاهما صحيح بالنسبة لي استخدمت هذا الظلع وضعت الصفر على الظلع هنا سأنظر التدريج أدى الخارجي يقف حتى ماذا؟ أحسنتم سيقف حتى الرقم 170 كما نرى وبذلك سأقول أن قياس هذه الزاوية هي 170 درجة وكما قلنا أعزائي بأن الدرجة هي وحدة قياس الزوايا إذن باستخدام المنقلة أوجد قياس الزوايا إذن باستخدام المنقلة أوجد قياس هذه الزاوية وهي 170 درجة كما نرى هنا لأن قياس هذه الزوايا هي 170 درجة نأتي أعزائي إلى المفهوم الثاني في هذا الدرس وهو تقدير الزوايا فعندما يقول تقدير هل يريد منك أن تقيس الزاوية باستخدام المنقلة؟ أحسنتم تقدير أن يريد بالنظر أن تقدر قياس هذه الزاوية بدون استخدام المنقلة سنأخذ أعزائي تدريب من تدرب ويقول قدر قياس كل من الزوايا الآتية أخذت التمرين الحادي عشر والتمرين الثاني عشر هيا أعزائي أريدكم أن تنظروا إلى التمرين الأول وهو الحادي عشر بنظرة سريعة على هذه الزاوية هل تستطيعون أن تقدروا قياسها؟ فعلا صحيح هي زاوية حادة لكن يريد قياسا معينا ماذا سنقول؟ هي تقريبا نصف الزاوية القائمة أليس كذلك؟ كم قياس الزاوية القائمة؟ تسعون درجة وهذه بالنظر نصفها إذن سأقول أن قياس هذه الزاوية أو تقدير قياس هذه الزاوية هي خمس وأربعون درجة ولا ننسى أعزائي الدرجة وهي الوحدة المستخدمة لقياس الزاوية نأتي أعزائي إلى التمرين الثاني عشر أمامكم زاوية متأكدة أن كلكم يعرف قياس هذه الزاوية قياس هذه الزاوية أحسنتم تسعون درجة وهنا تلميحة لقياس الزاوية القائمة فعندما أرى هذا الرمز أعرف مباشرة أن هذه الزاوية قائمة وقياسها تسعون درجة ونرى أيضا أنه وضع رمز الدرجة هنا نأتي أعزائي إلى المفهوم الثالث في هذا الدرج إذن أخذنا كيف نقيس الزاوية كيف نقدر الزاوية الآن سنراجع كيف نرسم الزاوية ماذا قلنا سابقا عن الزاوية؟ أحسنتم أنها تتكون من ضلعان يشتركان في رأس وهذا الرأس يسمى رأس الزاوية أليس كذلك؟ دعونا نأخذ تمرين من تدرب ويقول استعمل المنقلة والمصطرة إذن سأحتاج منقلة وسأحتاج مصطرة حتى أرسم الزاوية التي لها القياسات التالية خمسون درجة بما أنه يقول أن الزاوية تتكون من ضلعين سأرسم الزلع الأول الآن أين أضع الزلع الثاني؟ أحسنتم سأستخدم المنقلة حتى أعرف أين أضع الزلع الثاني بما أنه يقول أريد زاوية قياسها خمسون درجة وضعت الآن المنقلة وضعت المنقلة على رأس الزاوية وسأستخدم التدريج ماذا هنا؟ أحسنتم سأستخدم التدريج الداخلي فسأنظر أين تقف الخمسين دعونا نرى إذن بنظرة على القياسات سأرى أن الخمسين توجد هنا أليس كذلك؟ وضعت نقطة حتى أستطيع أن أعرف أين أضع الزلع الثاني عند الخمسون الآن سأرسم الزلع الثاني عند الرقم خمسون بقي لي أن أضع قياس الزاوية فسأقول أن قياس هذه الزاوية هي خمسون درجة وبذلك انتهيت من رسم الزاوية ننتقل أعزائي إلى الدرس الثاني وهو العلاقات بين الزوايا يقول فكرة هذا الدرس أن أصنف العلاقات بين الزوايا وأطبقها ماذا نلاحظ في هذه الرسمة؟ نلاحظ مستقيمين متقاطعين أحسنتم عندما تقاطع هذين المستقيمين شكلوا معا زوايا أحسنتم زوايا متقابلة يقول كل زوجين من الزوايا المتقابلة يسمان زاويتين متقابلتين بالرأس فهنا الزاوية واحد ماذا يقابلها؟ أحسنتم الزاوية واحد يقابلها الزاوية أربعة والزاوية اثنان ماذا يقابلها؟ الزاوية اثنان يقابلها الزاوية ثلاثة بقي لي أن أعرف أن الزوايا المتقابلة بالرأس لهم القياس نفسه إذن قياس واحد يساوي قياس أربعة وقياس الزاوية اثنان يساوي قياس الزاوية ثلاثة فهنا الزوايا المتقابلة بالراث أقول عنها متطابقة فالزاوية واحد تطابق الزاوية أربعة والزاوية اثنان تطابق الزاوية ثلاثة ويستعمل هذا الرمز ليدل على أن الزاويتين متطابقتين وإذا كانوا متطابقتين فلهم القياس نفسه نأتي أعزائي إلى المفهوم الأول وهو إيجاد قياس زاوية مجهولة سنأخذ تمرين من تدرب يقول التمرين أوجد قيمة سين في كل من الأشكال الآتية التمرين الرابع عشر من تدرب هنا مستقيمين متطابق متقاطعين شكلوا زوايا أليس كذلك؟ الزاوية سين يقول أوجد قياسها هنا الزاوية مجهولة ماذا قلنا عن الزاوية؟ كيف سأوجدها بدون استخدام منقلة؟ أحسنتم قلنا أن الزاوية المتقابلة متطابقة ماذا يقابل الزاوية سين هنا؟ ممتاز يقابلها هذه الزاوية فبذلك سيكون أحسنتم سيكون لسين القياس نفسه وهو 128 درجة نأتي أيضا إلى الزاويتان المتكاملتان وأخذناها في هذا الدرس الزاويتان المتكاملتان والزاويتان المتتمتان تنعرف ما هما وما الفرق بينهما قلنا أن الزاوية المتكاملة أي يكمل بعضها الآخر هي الزاوية التي مجموع قياسهما 180 درجة وتسمى زاويتان متكاملتان فنرى أعزائي في هذه الرسمة الزاوية واحد والزاوية اثنان هما زاويتان مجموع قياسهما 180 درجة فيقول قياس الزاوية الأولى هنا 120 درجة وقياس الزاوية الثانية 60 درجة مجموع قياسيهما أحسنتم 180 درجة هنا وتسمى زاوية مستقيمة وتسمى أيضا زاويتان متكاملتان نأتي أعزائي إلى الزاويتان المتتمتان الزاويتان المتتمتان مجموع قياسهما 90 درجة فهنا قياس الزاوية الأولى 30 درجة وقياس الزاوية الثانية 60 درجة وبذلك سيكون مجموعهما 90 درجة كما نرى هنا إذن الزاوية التي مجموعهما 180 درجة زاويتان متكاملتان والزاوية التي مجموع قياسهما 90 درجة زاويتان متتامتان دعونا نأخذ تدريبا على هذا المفهوم حتى يرسخ بشكل أكبر يقول تصنيف أزواج الزاوية تدرب طنف كل من أزواج الزاوية إلى متتامتين متكاملتين غير ذلك غير ذلك ماذا يقصد فيها؟ أحسنتم ليست متتامتان وليست متكاملتان نأخذ التمرين الثامن والتمرين العاشر ماذا أرى هنا؟ الزاوية الأولى كم قياسها؟ 40 درجة والزاوية الثانية 50 درجة ما مجموعهما؟ أحسنتم مجموعهما 90 درجة إلى ماذا سأصنفها؟ رائعين إذن سأصنف هذه الزاوية إلى متتامتان نأتي إلى التمرين العاشر قياس الزاوية الأولى 40 وقياس الزاوية الثانية 40 ما مجموعهما؟ 80 درجة ها ماذا أفعل 80 درجة؟ 80 درجة الزاويتان المتكاملتان 180 درجة والمتتامتان 90 درجة هنا مجموعهما ماذا؟ 80 درجة إذن ليست متتامتان وليست متكاملتان إذن سأقول غير متتامتين وغير متكاملتين نأتي إلى المفهوم الأخير وهو إيجاد قياس الزاوية مجهولة أيضا سنأخذ تدريبا وهو يقول أوجد قيمة سين في كل من الأشكال الآدية هنا يوجد لدي زاوية وزاوية المجهولة الزاوية المجهولة يرمز لها بالرمز سين وهنا قياسها 140 يقول أوجد قياس أو قيمة هذه الزاوية سين المجهولة كيف سأوجدها؟ هنا بنظرة سريعة هذه زاوية المجهولة هذه زاوية مجهولة هذه المجهولة المجهولة وما قياس الزاوية المجهولة المجهولة قياسها أنا أعرف 180 درجة حسنا أخذ جزءا منها وهو 140 بقي جزء يقول أوجد قياس هذا الجزء سأقول مئة وثمانون ماقص مئة وأربعون أو كم بقي حتى أصل على المئة وثمانون إذن بهذا سأقول أن قياسها أربعون درجة لأن مئة وأربعون وأربعون ستعطيني مئة وثمانون درجة أليس كذلك؟ وبذلك أوجدت قياس الزاوية المجهولة إلى هنا أعزائي نصل إلى نهاية إثراءات ثلاثة وفيه راجعنا درسان من الفصل التاسع وبإذن الله سنكمل مراجعة هذا الفصل في حصة لاحقة فشكرا لكم أعزائي الطلاب